الحاوية الذكية لفرز النفايات فالمستهلك أو صاحب النفاية رح يتبك مع الحاوية الذكية عن طريق البلوتوث وكل البيانات اللي هي من نوع النفاية ووزنها رح تنتقل إلى الموبال أبليكيشن ويحسب له القيمة المادية لهذه النفايات طبعا لأن هذه الحاوية الذكية تشبك على الانترنت فاحنا نقدر نطلع على بيانات للحاوية الذكية ويبين معانا إذا كانت هي جاهزة للتفريغ أو لا فمن هذه البيانات هذه نرسل السيارات الخاصة ويجتم تجميع النفاية ورسالها إلى شركات التدوير ويتم عملية البيع لهذه النفايات المبالغ اللي رح نستلمها من شركات التدوير رح يتم استرجاعها من قبل المستهلك عن طريق الكاش أو عن طريق التحويل في البنك طبعا فرز النفايات تتم حاليا بشكل يدوي تقليدي ولكن بوجود هذه الحاوية الذكية يتم فرز النفايات بطريقة أوتوماتيكية ونظيفة وكذلك عملية تنظيم لنقل النفايات إلى شركات التدوير فإحنا حضرنا النفايات لعملية التدوير وكذلك حضرنا استفدنا معملية النقل في استرجاع قيمة النفايات للمستهلك أو صاحب النفاية بداية المشاركة في المعارض تمت مع مركز صباح الأحمد موهب الإبداع في معرض الإختراعات الدولي الذي وقيم في الكويت في بداية 2018 وحصدنا البيدالية الفضية أما المشاركة الثانية فهي كانت في معرض الاختراعات الدولي في كوريا لاختراعات المرأة وكان هذا في شهر يونيو 2018 خلال هذه الفترة تمت المشاركة والدعم من قبل مركز صباح الأحمد موهب الإبداع والتسجيل في هذا المعرض طبعا هذه كانت المشاركة الوحيدة من الكويت منافسة لدول تقريبا 28 دولة شاركت في هذا المعرض والله الحمد حصدنا المركز الثاني كأفضل اختراع في هذا المعرض تم تسجيل الاختراع كجهاز في مركز براءات الاختراع الأمريكي عن طريق مركز صباح الأحمد موهب الإبداع تم إيداع الفكرة وتم الحصول على رقم الإيداع تمهيد للحصول على شهادة براءات الاختراع اشتركوا في القناة